التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم توجه مجلس أمانة الحوار الوطني بالشكر إلى الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على اهتمامه بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات يأتي ذلك عقب اجتماع رئيس الوزراء مع أعضاء من مجلس أمانة الحوار انطلاقا من اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التواصل إليه من مخرجات وتوصيات من الحوار الوطني إلى خطط تنفيذية وثمن مجلس أمانة الحوار الوطني تشكيل مجموعة عمل من المكتب الفني التابع لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة مخرجات المرحلة الأولى للحوار تنطلق اليوم على مدار أربعة أيام جلسات الحوار الاقتصادي بالحوار الوطني بحضور ممثل الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمختصصين في محاور التضخم وغلاء الأسعار ودين العام وعجز الموازنة وأولويات الاتثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والعدالة الاجتماعية وذلك استجابة لدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي وذكرت إدارة الحوار في بيان أن ذلك يأتي انطلاقا من الإيمان الراصخ بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصا الاقتصادية استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي الطريق الساحلي غرب مدينة غزة وأوضحت مصادر فلسطيني أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على عشرة الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات القادمة من جنوب قطع كما استهدفت منازل الفلسطينيين بمناطق رفح وخانيون سوادير البلح ما أصفر عن استشهاد وإصابة العشرات من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط وأربعة جنود بجروح خطيرة خلال المعاركة في قطاع غزة أعلنت هيئة اللبث الإسرائيلي عن مكتبي رئيس الوزراء أن الجيش قدم في اجتماع مجلس الحرب خطة لإخلاء السكان من مناطق القتال في قطاع غزة يأتي هذا الآلان قبل هجوم الإسرائيلي متوقع في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة والتي زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياه بأنها آخر معقل لحركة حماس أعلنت مصادر فلسطيني أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا سيقدم استقالة حكومته اليوم للرئيس محمود عباس وأضافت المصادر أنه سيتم العمل على تشكيل حكومة كفاءات جديدة تضم كافة الفصائل الفلسطينية مؤكدة أن أولويات الحكومة الجديدة تتمثل في وضع خطة لإعادة أعمار قطاع غزة وخطة ثانية لإدخال إصلاحات عن نظم الإدارية والمالية والقانونية للسلطة الفلسطينية أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي أسقط إثنتين من الطائرات المصيرة الهجومية ذات الاتجاه الواحد فوق جنوب البحر الأحمر ضمن إجراء للدفاع عن النفسة وأضافت القيادة المركزية أن قوات الحوثي أطلقت صاروخاً باليستياً مضاداً للصفن استهدف على الأرجح إحدى ناقلات النفط الأمريكية يوم السبت الماضي وأوضحت القيادة المركزية أن الهجوم لم يتسبب في وقوع أي أضرار أو إصابات ورياضياً خيمت تعادل السلبي على مواجهة الاتحاد السكندري أمام ضيفه البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم وفي نفس الجولة تعادل نادي فاركو مع ضيفه طلاء الجيش بهدف لكل منهما وبهذه النتيجة رفع فاركو رصيده إلى سبع نقاط لأنه ما زال بالمركز الثامن عشر هو الأخير بالدوري المصري من اثنى عشر مباراة خاضها بالدوري بينما ارتفع رصيد طلاء الجيش إلى تسعة عشر نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب وله مباراة مؤجلة ختم مجزء التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر